فوائد البابايا أطلق عليها المستكشف كريستوفر كولومبوس اسم فاكهة الملائكة أما فيه جزان فبيسموها العم بارود البابايا فاكهة استوائية بس ممكن زراعتها في مناطق غير استوائية مثل أمريكا الجنوبية وأفريقيا وأيضا في البلاد العربية مثل صلالة والإحساء والبحرين والمغرب وهي غنية بفيتامينات A, B1, B6, C و E وبتحتوي على البوتاسيوم والكالسيوم والحديد والريبوفلافين وفيها نسبة عالية من أنزيمات الحضم ومطادات الأكسادة وهي شيء بساعد تجسم على مكافحة الأمراض الخبيثة وبينت أبحاث طبي أنها تمنع النمو الخلايا السرطانية وفي شركات أدوية تدرس إمكانية استخدامها للتصنيع علاج للكثير من أنواع السرطان وأكد فريق بحث ياباني من خلال تجاربه المخبرية أن مستخلصات هالثمرة تساهم في مكافحة الأوراق خاصة في عنق الرحم والثدي والرقاتين والبنكرياس واستخدم الفريق مستخلصات من الأوراق الجيفة لها الثمرة ذات اللون البرتوكالي من الداخل والأصفر من الخارج وأضافها لخلايا السرطانية مسروعة في المختبر وكانت النتيجة أنه بعد 24 ساعة انخفض نمو الخلايا السرطانية بشكل كبير ويعتقد أن الطعم المر لها المستخلصات هو اللي ساهم في تدمير الخلايا السرطانية وتبين أنها بتزيد إنتاج جزئية أساسية اسمها TS1 بتساعد على تكوية جهاز المناعة ضد الأمراض السرطانية والمذهل أنها مقلها أي تأثير أو أعراض جانبية على خلايا الجسم الطبيعية على عكس العلاجات الكيميائية البابايا غني بالأليف وهالشي نفع جدا للي بعانوا من مرض الكولون واضطرابات الإخراج الأخرى وتجمليا تستخدم لمعالجة البشرة وإعطاءها النعوم من خلال عمل أكنع خاصة وأوراقها بتساهم في علاج الدم المنجلي أما زيت البابايا فيستخدم لتكوية فروة الرأس عن طريق فرقها مرتين في اليوم وأيضا لمكافحة الشيب وارجع اللون الأسود للشعر خلال ثلاث أشهر غذائيا البابايا كنز بحد ذاته وإذا ما بتيكل منها فجسمك عم يخسل كثير من العناصر الغذائية الأساسية اللي بيحتاج لها فهي بتحتوى على أنظيم الباباين اللي بيساعد في هدم البروتيينات وتنظيم عمل الجهاز الهدمي المغذيات الموجودة في البابايا مثل الحمض الفوليك وغذائية ألف وبي والبيتا كاروتين بقلن منفرص الإصابة بسرطان الكولون لأنها بتعزل السمو المسببة للسرطان عن الخلايا السليمة والشي بيحمي خلايا الكولون من تدمر الدي أن اي أغذية ألف وإي والبيتا كاروتين من مطادات الأكسد الكوية فهي بتمنع تأكسد الكوليستيرول المعروف أنه بيلتسك بالشرايين فقط لما يتأكسد فبيسبب انسداد في الشرايين وجلطات أو جلطات في عدة أماكن من الجسم البابايا مفيدة للمدخنين لأنها غنية بفيتامين ألف فالسيجارة بتحتوي على مادة بتدمر هالفيتامين والبابايا بتعود هالخسارة بتزويد الجسم بكمية كبيرة منه وبتخفض فرص حصول التهابات وأمراض رئوية وتنفسية البتا كاروتين وغذائي ألف واسي بأول مناعه بيساعد يستثمر على مكافحة كافة أنواع الالتهابات خاصة في الأذن وحالات النزلات للبردية وجود غذائي اي واسي في البابايا بيساهم في تهدئة نوبات الرابو ومكافحة التهاب المفاصل والبابايا مفيدة جدا لتكوية النظر بفضل البتا كاروتين اللي بيعتبر غذاء أساسي بتحتاج له العين وهو متوفر في معظم الفاكهة البرتوكالية مثل الجزر والبابايا وغيرها من الفاكهة وبعد كل هالمعلومات من المفروض أنكم تاكلوا دايماً البابايا وإمكانكم كمان زرعها من خلال تشفيف البذور بشكل جيد ثم غرسها في بكان مشمس وريها من وقت لوقت بنهاية الشريط بتمنى تعملوا لي سبسكرايب فيكم تشاهدوا كافة الشرطة على الرابط أسفل هالشريط أو تفتشوا في اليوتيوب تحت إيهاد بلانت كلمة وحدة إلى اللقاء قريباً بعتذر من اللي صايمين أنا هلأ بعض وقت الأفطار وبدي أكل بابايا بصراحة بعد كل هالمعلومات ما بقفيني قاوم كتير طيبة على فكرة البابايا لازم تقوها تكون صفرة ومش خضرة لأن لما تكون خضرة تكون شوية مرة الصفار بيدمنكم الطعم الطيب والحلو إلى اللقاء